أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد المصري سجل معدل نمو 42% خلال الربع الأخير من العام المالي 2023-2024 ليصل معدل النمو السنوي إلى 2.4% مقارنة بمعادل نمو 83% في العام المالي السابق 2022-2023 تأثراً بالصدمات الخارجية المتتالية والتوترات الجيوسياسية بالإضافة إلى سياسات الانكماشية التي انتهجتها الحكومة لاستعادة استقرار الاقتصاد الكلي وعلى رأسها حوكمة الاستثمارات العامة وأضفت الوزرة أنه من المتوقع تحسن النشاط الاقتصادي في الفترة المقبلة مع مواصلة الالتزام الحكومي باتخاذ تدابير وسياسات فاعلة داعمة للاستقرار الكلي ومحافظة لنشاط القطاع الخاص ترجمة نانسي قنقر